الكلدان يمثل على المسيحيين في العراق والعالم ولا يمثلهم اتهامات وانتقادات لاذعتنا يطلقها مراقبون استغلال ممنهج لإسم المكون المسيحي في العراق والذي أصبح على وشك الاندثار بسبب إخضاعه إلى مساومات جهات حزبية تستغل نفوذها في الهيمنة على كافة الامتيازات وحرمان طوائفه من أبسط الحقوق لا هو يمثل عليهم الممثل ممثلهم هم من انتخبوه لكن الذي لم ينتخب هو لا يمثلهم لا يمثلهم ممكن يمثل جهة يمثل مجموعة يمثل جهة سياسية معينة لكنه لا يمثل المسيحيين في البصرة بالتأكيد يعني النفوذ السياسي والمكانة السياسية والجهات الدعمة إلى بالتأكيد هو يتكلم بهذا النفس لكن بعد فترة راح هو يخسر ناسه ويخسر أهله ويخسر حتى مكونه وبالتالي يصير يعني مع الأسف ممكن منبوذ من قبل المسيح أنفسه وبحسب مراقبين فإن من يدعي تمثيل المكون المسيحية يحاول فرض إرادته على المسيحيين وأخضاعهم لأجندات حزبيتنا همها الاستحواذ على ممتلكاتنا وموارد تخص المكون والله أعتقد هذه السياسية استرارة لسياسة الموجودة بالدولة بأنه تفتيت القوى الأخرى بطرق مختلفة يعني الأمور معفوية الأمور أنا أعتقد مخططة بشكل لذلك أن نشوف حتى نشوف الإحباط اللي صار عند المسيحيين بصرة عامة مثلا بالبصرة أنه ما عادوا ما عادوا حتى يعلون صوتهم وهذا ما يستعون إلى الآخرين لنسف ويرى مواطنون إن استبدال مرشح فائز عن المكون المسيحية في انتخابات مجلس محافظة البصرة بآخر ينتمي إلى الكلداني وحزبه هي محاولة لفرض سطوة جهات حزبية على ما تبقى من المسيحيين أثر العباد يواني نيوز البصرة البصرة ترجمة نانسي قنقر